قال محافظ المينيا أسامة القادي أن مدرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة الوصول للخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا وضمن أعمال أيضا المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة بيلمينيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بإحدى قرى مركز مغاغة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1929 حالة مترددة تم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان